رادار الأخبار يواصل استعراض ملفاته فقرة رادار 360 درجة مع روبير روبير نتحدث معك اليوم عن مناقشة الحكومة الإسرائيلية غدا لخطط ضم أراضي في الضفة الغربية ماذا لديك بهذا الشأن وماذا حضرت؟ نعم فضيلة هي الخطة الأمريكية للشرق الأوسط التي كان أعلن عنها الرئيس الأمريكي مطلع هذا العام والتي تعود بتداعياته إلى الواجهة عبر قرارات الحكومة الإسرائيلية والغليان أيضا في الشارع الفلسطينية لدولة فلسطينية من دون غاور الأردن وفلسطين ليست للبيع بهذه الشعارات المنددة هتف آلاف الفلسطينيين في تظاهرات شهدتها الضفة الغربية طوال الأسبوع الماضي رفضا للمواقف والخطوات الإسرائيلية منذ إعلان ترامب الخطة الأمريكية للشرق الأوسط أواخر يناير الماضي وكانت حركة فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خرجت في تظاهرات في أريحة رغم القيود المفروضة للحد من تفشي كورونا على وقع هذا الغليان الشعبي في الشارع الفلسطيني تبدأ الحكومة الإسرائيلية إذن مناقشة خطة الضم غدا الأربعاء وتتضمن ضم مستوطنات يهودية إضافة إلى غور الأردن وهو ما يمثل نحو 30% من مساحة الضفة الغربية وتقضي خطة ترامب بقيام دولة فلسطينية على باقي الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل عام 67 يرفض الفلسطينيون خطة ترامب وخطة إسرائيل لضم الأراضي والتي يسعون لإقامة دولة عليها في المستقبل روبير مدينة أريحة لها خصوصية أيضا بهذا الشأن حدثنا عنها صحيح فضيلة أهمية هذه المدينة وموقع هذه المدينة جاء في عدد من مقالات الصحف الغربية تقع أريحة جلوب غور الأردن قرب البحر الميت في الضفة الغربية المحتلة صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نشرت تحقيقا من الضفة الغربية بعنوان أريحة التي كانت واحة سلام تخشى الضم الإسرائيلي وأهمية عنوان واحة إذ جاء في مطلع المقال قد بنى الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات كازينو رائع في المدينة وهو الكازينو أوازيس منذ 22 عاما وأطلق عليه اسم الواحة في البلدة الوقاعة على أطراف الصحراء تدفق الإسرائيليون آنذاك إلى هذا الكازينو المقامرة وأيضا المقامرة على السلام وفق كاتبة المقال روث إيجلاتش في الصورة لا تزال اللافتة الذهبية أيضا لهذا الكازينو الشهير تتلألأ تحت شعة الشمس الحارقة لكن المبنى فارغ ومهجور وهو مغلق منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية قبل نحو عقدين تابعت كاتبة المقال إن رؤية السلام باتت مستحيلة منذ تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو بضم المنطقة المخيطة بأريحة وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة فيما يحذر الفلسطينيون من العودة إلى المقاومة المجتمع الدولي روبير أعلن رفضه للمخطط الإسرائيلي بضم هذه الأجزاء من الضفة الغربية كيف يمكن أن يتطور الموقف في دعم الفلسطينيين إن كان عربيا أو دوليا؟ فضيلة على وقع الغضب الفلسطيني تتوالى المواقف العربية الدولية وأيضا الفلسطينية الداخلية متحدثا خلال التظاهرات انتقد المنصق الخاص الأمم المتحدة لعملية سلام في الشرق الأوسط نيكولايم لادلوف خطة ترامب داعيا الفلسطينيين إلى مناهضتها سلبيا وقال للفلسطينيين لستم مستأجرين هنا هذا بيتكم داعيا الديبلوماسيين إلى عدم تفويت أي ثانية أو دقيقة أو ساعة للتحرك ضد مشروع الضم الإسرائيلي أضاف الأمم المتحدة تعتبر أن الضم يتعارض مع القانون الدولي وإذا حصل سيقضي على فكرة أن السلام وقيام دولة للفلسطينيين يمكن أن يتحقق عن طريق المفاوضات مدينوف تابع قائلا لا تغفل هدف قيام دولة فلسطينية حرة على هذه الأرض إلى جانب إسرائيل وضمن حدود عام سبعة وستين في آخر المواقف الفلسطينية المنددة والرافضة قاد الأمين العام لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات من وجوهه اليوم هو أدنى نقطة في العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية في العقود القليلة الماضية طيب الآن ماذا بعد الأول من يوليو روبير هو موعد مناقشة الحكومة لخطة الضم في الأراضي الفلسطينية وفقا للاتفاقية فضيلة الموقعة في مايو بين نتنياهو ومنافسه الانتخابي السابق جانس قبل تشكيل هذه الحكومة حدد يوم غد الأول من يوليو موعدا لبدء تنفيذ المشروع الأمريكي للشرق الأوسط هو يمهد الطريق أبام إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية بما فيها مستوطنات يهودية غير شرعية كما تبعنا في نظر القانون الدولي وقد اعتبر نتنياهو أن هذه الخطة هي فرصة تاريخية وفيها ما رفضها الفلسطينيون ولكن الثابت والأكيد أن ضم الأراضي وفق الخطة يعيد الفلسطينيين إلى خط المواجهة الأول يشعل الشارع والمواجهات في الآن ولكن الضوء الأمريكي ليتا الأبيب لم يعطى بعد بانتظار المواقف في الأيام والأسبوع المقبلة شكرا لك روبر شكرا